قامت جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في قرية دهشور بالجيزة وإتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين احنا بننزل هنا دهشور بشكل دوري كل شهر بقالنا سنة ونص دلوقتي بننزل قافلة زي ما شايفين بنبدأ بتعبئة 250 شنطة أو أكتر أو أقل بحجاب بسيطة يعني ونوزعها على الأسر بتاعتنا يعني بنوزع على 250 أسرة الموضوع مش متوقف على فكرة ان هي شنطة بتوصل لهم بس على قد ما هم خلاص بقوا أهلنا زيهم زي والدي والدي في البيت زيهم زي أخواتنا في البيوت خلاص بقالنا سنة ونص بنعد عليهم كل شهر كل يوم والأنشطة بتاعتنا مش متوقفة على فكرة ان انا باجي أنزل شنطة لأ عندنا برامج تعليمية للأطفال بنعلمهم ازاي يصلوا ازاي يتعاملوا كويس ازاي يتكلموا مع بعض بشكل لطيب في زيارات مسنين بنعدي على ما يقارب 50 مسن كل شهر فالمبادرة مش متوقفة فس على ان انا بساعد حد بحاجة كل شهر على قد ما هي متوقفة ان احنا خلاص بقينا من البلديات ويعني زينا زي أهلا بزي المسنين أو كبار السن لما بنروح لهم بيبقى بالنسبة لهم يوم عيد أصلا بيسألوا علينا في التليفون ودايما بيكلمونا والأطفال ما شاء الله عليهم يوم عن يوم بيتغيروا فكل مرة بيجوا فرحتهم لما بيشفونا أصلا وبيجروا علينا ويحضنونا دي بصراحة بالدنيا فلا يعني هم أهلنا وبجد بيفرحوا لما بيشفونا الفكرة كلها ان احنا المطوعين اللي بيجوا بيجوا من خلال مثلا يعني كلنا أغلبنا شباب مثلا من سننا 14 سنة لحد 25 سنة كل الناس ديت أغلبها بيقى في جامعات مش عارف ايه فاحنا بنجمع وعد أولا كاصحاب ومش عارف ايه وكده من الجامعات أولا ثانيا من الدروس ومش عارف ايه وكلام ده تقوله العطفال الصغيرين من المدارس وبأوقات بنروح سناتر مثلا نعمل تواعية هناك عن التطوع وكل الكلام ده وبعد كده فيه فورم مثلا على السوشال ميديا بنطلعوا كل تقريبا ستة شهور بنخليهم يملوه الحابب يتطوع الحابب ان هو يشغل وقت فراغه في الأجازة كل الكلام دوت وهما بيملوه مثلا واحنا بنبدأ بقى نعمل ان احنا نكلمهم بالتليفون وكده وهم بيجوا يعني اشتركوا في القناة